يذكر أنه مقيم في مكة ويعمل في جدة منذ حوالي سبعة أشهر ويريد أن يحج هذا العام وليس عنده استطاع لاستخراج رخصة الحج يقول وقد علمنا من بعض الإخوة أننا نأتي بعمرة في هذه الأيام متمتعين بها إلى الحج ثم إذا جاء يوم عرف ذهبنا إلى مكة وأحرمنا من داخل مكة هل هذا العمل صحيح أم لا؟ ويبدو أن سؤاله تأخر والمفترض أن يكون قبل الحج بأيام الجواب الشخص إذا أحرم من ميقاته بعمرة دخل مكة بعمرة ثم جاء وقت الحج وأحرم من مكة بالحج وأتى بأركانه وواجباته وانتفت موانعه فإن عمله هذا يكون صحيحا وبالله التوفيق